إن أردت القدوة الصالحة والأسوة الحسنة فهو نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومنهم أبو اليقضان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللبين من بعده وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وهو أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين وأمه سمية من كبار الصحابيات قال عبد الله بن مسعود كان أول من أظهر إسلامه سبعة وذكر منهم عمارا وأمه سمية كان هو ووالداه ممن يعذبون في الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وعذبه المشركون يوما فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له إن عادوا فعد واتفقوا على أنه نزل فيه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان زكاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه والمشاش رؤوس العظام والمعنى أن الإيمان دخل في قلبه ورسخ في صدره حتى سرى إلى عروقه وعظامه في سائر الجسد وقال عليه الصلاة والسلام من عادى عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب وتميز بالعقل والحكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما كما عرف بحسن الخلق والتواضع فقد اشترى شيئا من السوق وحمله على ظهره وهو أمير على الكوفة وفضائله كثيرة جدا قتل عمار يوم صفين وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة سبع وثلاثين وله ثلاث وتسعون سنة ودفن هناك بصفين فرضي الله عنه وعن والديه فهم قدوة صالحة للأسرة المؤمنة الصابرة أ ragاذ